ينضم إلينا أسامة نصحي الكتب الصحفي والمحلل السياسي سيد أسامة ماذا في خلفية هذا القرار النمسوي وهل نحن أمام برنامج النمسوي جديد لمواجهة المسلمين في البلاد في الواقع القرار ليس مفاجئة فمنذ تولي الحكومة اليمينية في النمسا وهي أعلنت صراحة أنها سوف تترصد الإسلام السياسي وليس المقصود الإسلام المعتدل ولكن كل الجماعات التي لها أجندة تستغل فيها اسم الدين ووجهت تركيزها بشكل أساسي إلى الجالية التركية فاعتبارها أكبر جالية أجنبية وهي أكثر الجاليات رفضا للاندماج كما أن المساجد التركية تحصل على تمويل ضخم من تركيا مباشرة ولكن سيد نصحي أن تبدأ السلطات النمساوية بالمساجد التركية ولا إما الأتراك هل هذا يعود إلى رفضهم للاندماج كما تحدثت أم لمسألة التمويل وحصولهم على تمويل أجنبي؟ تعود بالأساس لحصولهم على تمويل أجنبي وده يعتبر خرق لقانون الإسلام الذي فرضته لحكومة في عام 2015 وقد أجرت تحقيقات سرية أثبتت فعلا أن الأتراك يصرون على الحصول على التمويل مباشرة من حكومتهم وأما يمثل خرقا لقانون الإسلام فالإسلام علي جدل ووجود من الجلات العربية والإسلامية ولكنه أصبح واقعا يجب تنفيذه نعم شكرا لك سيد سامة نصحي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من فين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر